أحباء الصغار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع الفصل الثاني عشر القياس الدرس الثاني أقيص الطول صفحة 118 السؤال الأساس كيف أقيص الطول باستخدام محادات غير مقننة؟ الأدوات التي نحتاجها في هذا الدرس كتاب الرياضيات الجزء الثاني قلم رصاص وممحات مشابك ورق نبدأ مع فكرة أكتشف صفحة 118 أحوق اسم منقاس بالشكل الصحيح يقول يامن إن طول القلم هو حوالي 6 مشابك تقول مهى إن طول القلم هو حوالي 4 مشابك منقاس القلم بالشكل الصحيح؟ أحبائي علينا أن نصف مشابك الورق بشكل مستقيم تحت القلم من أول القلم إلى نهاية طرفه ونعد المشابك لمعرفة منقاس بالشكل الصحيح لأن عدد مشابك الورق يمثل طول القلم هيا أحبائي ابتأوا بالعمل إذن منقاس بالشكل الصحيح؟ لنعد المشابك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة منقاس بالشكل الصحيح؟ يامن أحسنتم نحوق اسم يامن ننتقل إلى فكرة أفهم صفحة 119 أستخدم مشابك ورق لأقيس طول القلم أحبائي بإمكاننا استعمال مشابك ورق الواحد تلو الآخر لقياس طول الشيح إذن كم مشابك ورق استعملنا لقياس القلم في الصورة؟ واحد اثنان ثلاثة حوالي ثلاثة مشابك نقول حوالي لأن طول القلم ليس بالضبط ثلاثة مشابك بل هو قريب جدا من الثلاثة ننتقل إلى فكرة أتحقق صفحة 119 أستخدم مشابك ورق لأقيس الطول أحبائي لحل فكرة أتحقق علينا استعمال مشابك ورق لنقيس طول الأشياء الموجودة وننتبه جيدا إلى طريقة صف المشابك بحسب وضعية الشيء المراد قياسه هيا أحبائي ابدأوا بالعمل نتأكد من صحة إجاباتكم سؤال رقم واحد كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول الشريطة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة حوالي أربع مشابك رائح سؤال رقم اثنان كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول القنينة؟ واحد اثنان إذن حوالي اثنان من المشابك سؤال رقم ثلاثة كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول القلم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة حوالي خمس مشابك نكمل مع فقرة أتمرن صفحة 120 استخدم مشابك ورق لأقيص الطول هيا أحبائي أوقف الفيديو وابدأوا بحل فقرة أتمرن من رقم أربعة حتى رقم ثمانية هيا نتأكد من صحة إجاباتكم رقم أربعة كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول الطاولة؟ واحد اثنان حوالي اثنان من المشابك رقم خمسة كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول الطاولة؟ واحد اثنان ثلاثة حوالي ثلاث مشابك أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة نكمل مع رقم ستة كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول السيارة؟ واحد اثنان ثلاثة حوالي ثلاث مشابك نكمل مع رقم سبعة كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول القلم؟ واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة حوالي أربع مشابك رقم ثمانية كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول المكبس؟ حوالي اثنان من المشابك أحبائي أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة نكمل مع فكرة أتمرن صفحة مئة وعشرون سؤال رقم تسعة أراد سامر قياس طول علبة الهدية باستخدام مشابك ورق أحوق الطول المناسب هيا أحبائي ابدأوا بالعمل هيا نتأكد من صحة إجاباتكم كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول الهدية؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة حوالي خمس مشابك أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة نكمل مع فكرة أقوم صفحة مئة وواحد وعشرون استخدم مشابك ورق لأقيص الطول هيا أحبائي ابدأوا بالعمل هيا نتأكد من صحة إجاباتكم كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول علبة التلوين؟ إذن حوالي ثلاث مشابك أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة نكمل مع فكرة أقوم صفحة مئة وواحد وعشرون هيا أحبائي ابدأوا بالعمل كم مشبك ورق استعملنا لقياس طول القلم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حوالي سبع مشابك أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة نكمل مع فكرة أفكر صفحة مئة وواحد وعشرون أحبائي أحل فكرة أفكر بمساعدة أحد أفراد العائلة السؤال الأساس كيف أقيص الطول باستخدام وحدات غير مقننة؟ أضع مشابك ورق في صف بمحاذات الممحات من أول الممحات إلى آخرها وأعدها مثال الممحات كم مشابك ورق استعملنا القياس طول الممحات؟ حوالي واحد إلى اللقاء أحبائي في درس جديد اشتركوا في القناة